واحدا من أنفاق جوبر إلى معرضا فنيا تشكيلي بوصفه عملا فنيا فتلك فارقة فكرته الخلاقة ساقت للأصول إلى هذا المعرض الفريدي من نوعه وبنحت أكبر رأس لحافظ الأسد في أنفاق الغوطة الشرقية التي شهدت أطول حصار لنحو نصف مليون شخص ثم بوصفه بالعمل الأخلاقي الفريد فتلك فارقة أخرى دفعت بناشطين للتساؤل عن الفن المعني هنا فيما إذا كان امتدادا لذاك الفن أثناء قصف مدن وبلدات غوطة دمشق أو بمعزوفات فنانين نظام أثناء وقوفهم على ما تبقى من أطلال ومنازل سوتها طائرة نظام بالأرض أو بتلك الحملات الإنسانية لمؤيدين نظام على مواقع التواصل الداعية لإبادة أطفال الغوطة قبل غيرهم وقد يتحول الأمر إلى نموذج يحتذا لكن بالعودة لمعرض نحت الفني في أحد أنفاق جوبر الواصل بزملكة تأتي الأخبار سريعا عن حدوث انفجار بأحد تفرعاته تسبب بمقتل عدة عناصر لميليشيا أسد وفيما أكدت مصادر موالية أن الانفجار ناجم عن خطأ وصف بالفني أيضا جاءت قصة الأنفاق لتطرح أسئلة حول الدور الإعلامي لنظام وإيران وروسيا في محاولتهم الغريبة أو الفريدة بعبارة أدق يصرف الأنظار عن المجازر التي ارتكبها من سبق بحق أهل الغوطة الشرقية على مدار ست سنوات من الحصار راح ضحيتها مئات الأطفال جوعا هذه الأنفاق الشاهد المتبقي على جرائم ميليشيا أسد الطائفية فوق الأرض بحق آلاف المدنيين طرحت تساؤلات أخرى الأول قال نشطون إنه أخلاقي وربما لن يغادر سوريا ما دام اسمها أرفق بعبارة الأسد أو نحرق البلد ثم تصوير عملية الحرق فعليا كأحد الفنون أما الثاني فعن مصير أكثر من سبعين ألفا مدني هجروا من ديارهم في مدن وبلدات الغوطة الشرقية قبل أشهر فيما تساءل الثالث عن تلك الدعاية الإعلامية في أنفاق ابتدعتها أساسا حاجة سكانها المهجرين اليوم شمال سوريا أما من قبل البقاء في الغوطة فيبيتون للآن بمخيمات خصوصا أنما يزيد عن ثمانين بالمئة من أبنيتها ومنازلها غير صالحة للسكن لكن ومع هذا الدمار ومع التعريف الجديد للفن لا يستغرب ناشطون أن يطلق مؤيد النظام عليه لوحة فنية